موضوع زيادة في الإيجار إيه هو المفروض القانون اللي بيحكم ده فهو كان بيقول أن الزيادة لا تتم إلا إذا كان هناك حاجة منصوص عليها أولاً وسانياً تكون موجودة في العقد بنسمع حالات كتيرة جداً وناس كتير بتقول المستقل المالك يقابل المستقل يقول له أنا من الشهر الجاي هزود لك الإيجار 50 أورو ولا 30 أورو عشان أديك شايف الحياة صعبة والدنيا والغلاء والأسعار في الحالات اللي زي دي هل يتم هو الدكتور كلام قال ده لا يتم موضوع إن تحصل الزيادة كده لما بتجيلكوا حالات زي دي بتنصحه المستقل يعمل إيه الأول ببست على عقد الإيجار بتاعه واشوف هل منصوص عليه الزيادة ولا لأ وبناء عليها بشتغل في حاجة تانية بتتعمل يعني إحنا بنفحص أصلاً البتريبس كوستن اللي هو بيدفعه اللي هي التكاليف العوايد اللي هي للبيت للنظافة وهكذا والإيجار هل دول مناسبين للبيت اللي هو أصلاً مأجره ولا لأ ما هي فيه ناس دلوقتي بتدفع مبالغ باهزة جداً لبيوت لها تصلح أصلاً للسكن طب لو جالك واحد وقالك أنا هو قال لي فعلاً وده منصوص عليه في العقد بس أنا ما فهمتش أنا ما بفهمش ألماني هو قال لي مضي مضي ما دي مشكلته بقى عشان كده أنا دايماً بقول إيه قبل ما أتوقع على العقد خد العقد وروح لواحد مختص يعرف الأول البيت ده ينفع الشخص ده يأجره لك ولا لأ دي أول نقطة النقطة التانية بنوضي العقد كلها تمام ولا لأ لأن هي دي المشكلة اللي بيقع فيها أغلبية العرب بيروح بيوقع على العقد بدون ما يعرف إيه اللي مكتوب فيه ويتفاجئ بعد ده أنا عندي حالات كتيرة جداً ده فيه ناس هم ما يعرفش أنه هم منوع يسكن حد معاه فييجي صحابه أو أصدقائه أو قريبه أو 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 ويقعدوا معاه في البيت بس يعرف صاحب البيت يعمل له طرد صاحب البيت يقول له أنت من الشهر اللي جايزة ما حضرتك ذكرت هتدفع 100 يورو 50 يورو زيادة هو بيدفع ومش فاهم حاجة فأفضل أن أنت تستشير حد مختص عشان تعرف أنت ماشي صح ولا أنت صاحب البيت ده بيتحك عليك مزبوط يعني الحاجات دي المفروض الواحد يتأكد منها قبل ودي نصايح طبعاً